نتابع كلمة وزير التجارة وتلقيها تصاديرات كامل رزيك رئيس مجلس الأمة السيد رئيس اتحاد التجار والحرفيين بيجيسيا سيدات وسادة السلطات الأمنية والسلطات المدنية لمختلف القطاعات الوزارية بما فيهم وزار التجارة سواء الموجودين هنا أو الموجودين عبر 58 وإلى المشاركين معنا الحضور الكرام كلهم باسمه وصفته وصلة الإعلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في مستهل كلمة ورحب الجميع ترحيبا خاصا وحرا سواء في هذه القاعة أو في الولايات 58 مشاركين معنا عن طريق تحاضر المرئي أعلم لكم عن سروه بمشاركتكم فعاليات هذه التظاهرة القيمة والمتمثلة في الأبواب الوطنية المفتوحة حول ترقية تسويق وتصديل منتجات الجلدية والأحذية وذلك على مدار ثلاثة أيام إن شاء الله انطلاقا من اليوم وإلى غاية 23 فبري التي سيكون فيها الختام على مستويلة المدية إن شاء الله مع تمنيتي وحرصي أن تكلل بالنجاح وتكون دافع قوي لمواصلة وزيادة نشاطكم في مجال إنتاج من أجل الرفع من نسبة تغطي تحتياجات السوق الوطنية من هذه المنتوجات وأيضا في مجال تصدير للخارج مما سيساهم لا محالة في التنويع الاقتصادي وفي مصادر الدخل الوطني من العملة الصعبة ولهذا يتحتم علينا جميع كمسؤولين متعاملين اقتصاديين وجمعية مهنية ذات العلاقة بتكثيف الجهود من أجل تطوير ودعم هذه الشعبة الاقتصادية الوطنية الهمة وذات القدرات الإنتاجية المعتبرة بكل الوسائل الممكنة وتوفير الظروف الملائمة من أجل سماح لهذه المنتوجات الجزائرية بالنبو والإزدهار واكتساب القدر على المنافسة على المستوى المحلي ثم الخارجي عن طريق كسب الحصص في الأسواق الدولية هذا الهدف الذي يمكننا بلوغه استناد المقومات الإنتاجية الموجودة في بلادنا حيث أحصينا وجود على مستوى الوطني لـ 2400 شركة ناشطة في الإنتاج الصناعي والحيرافي للأحذية هذا ما هو مسجل في السيونس لكن حسب ما قيل لي ما هو موجود من حيرافيين ومن ما هو موجود السيونسية فوق خمسة لاث ناشط وذا رقم كبير الله يبارك سواء في الأحذية العادية أو الأحذية الرياضية أو الأحذية المهنية ما هو موجود في الوكالة اليوم هو مئة عارض لأن الله غالب هذه وشتة التاسع الوكالة طلبات كانت كبيرة جدا لم نستطيع إلا قبول مئة عارض لكن أنا متيقن أن في 58 ولاية يعني في 57 ولاية الأخرى ستكون هناك معارض كبيرة أكيد نحن كنا نعتقد بأن المدية وتنمسان هي عاصمة التصبات حذاء اليوم نتضح أن في عواصم أخرى مثل وهران مثل جزي العاصمة مثل قسنطينة مثل البوليدة مثل بومرتاس مثل تيزي وزو إلى آخر وهذا ما يسعدنا يخلينا أن المجهود المبذول سيؤتي في مارو ولو بعد حين منها 712 شخص معنوي و1292 شخص طبيعي قلت لكم هذو لعندهم سجل تجاري لعندهم بطاقة حيرة في تقريب نفس العدد أو أكثر واللي يوم يشتغلوا بين قوسين في مجال غير رسمي نتمنى أنهم يدخلوا في هذا المجال خاصة أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في حماية هذه الشعبة وتطوير هذه الشعبة أنا أعتقد بأن إذا دخلوا سنكونوا تقريبا 7000 و8000 نشط في هذه الشعبة مما يخلينا إذا تكاثفت الجهود سنكفي احتياجاتنا من هذه المنتوجات ونذهب بقوة إلى عملية التصديق كما لا يجب أن نهمل أن أهم عنصر في الإنتاج الذي يتمثل في المادة الأولية يتوفر الجزء الأهم منه ببلادنا وهي الجلوب تبقى بعض المدخلات الضرورية لاستكمال عملية الإنتاج يتم استرادها من الخارج لكننا نعمل مع هذا الكريستير الجدد يتم تأسيسهم في هذه الشعبة سوف نعمل وفق استراتيجية على الرفع من نسبة الإدماج وهذا بالتنسيق بينتكم وبينتنا ووزارة الصناعة وأيضا أخواننا في وزارة الفلاحة بتوفير أكبر قد من هذه المدخلات المحليين من دون مساس بالنوعية أو الجلوب يعني صراحة ما رأيناه كعينة في هذا المعرض من بعض الأحبية سواء الأطفال أو النساء أو رجال أحبية رياضية أو أحبية مهنية بكل صراحة تسر الماظر ويمثخرا لنا كجزائريين أن صناعة الجلدية الجزائري وصلت إلى هذا النوع تضاهي ما هو موجود في العالم مشكلتنا مع الأسف شديد ما سوقناش لهذا المنتوجات يخص شوية ماركوتينج شوية تسويق من طرف هؤلاء المتعاملين سيسد الصباط الجزائري الحذاء الجزائري بكل أنواعه إلى العالمية حتى من الناحية التاريخية في الصناعة الحرفية لمختلف منتوجات الجلود تعد جزء أهم من موروثنا الثقافي وهي ضاربة في القدم في مختلف مناطق الوطن بحيث استطاع العديد من مصنع محافظة على هذه الحرفة وتطويرها وتصنيع منتجات ذات جودة ملحوظة ولذلك وجب علينا الاستثمار في كل هذه المقومات وعناصر القوة ومعالج مواطن الضعف من أجل إرصاء صناعة حديثة ومتطورة تتماشى ومتطلبات العالمية في سوق الأحذية العصرية خاصة من ناحية الجودة إن حضورنا معكم اليوم ومشاركتنا معكم في الافتتاح الرسمي للأبواب الوطنية المفتوحة حول ترقية سويق وتصدير منتوجات الجلدية والأحذية تحت شعار الجلود الجزائرية موروظ راق ومنتوجات تنافسية جاء من أجل الوقوف عن كثب على الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة في هذا القطاع ومعالجة المشاكل التي تعيق تنميته واستحداث السياسات والآليات والإجراءات التي ستسمح بزياد حجم إنتاجه وصادراته في نفس الوقت وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة والسلطات العلية في البلاد القائمة على برورة خلق طروات جديدة وتنويع مصادر البخ من خلال دعم وتشجيع المنتوج الوطني والالتزام بتطوير الصادرات خارج المحروقات عبر دعم المتعاملين الإقتصاديين ناشطين في مجال التصدير وكذا الشركات الجزائرية ذات القدرات الإنتاجية والتصديرية الهائلة بيودي أيضا اختنم هذه المناسبة من أجل أن أعرض عليكم بعض الأرقام والإحصائية المتعذقة بهذه الشعبة ففي سنة 2021 إضافة إلى عشرة أشهر الأولى من سنة 2022 سجلنا استيراد الأحذية والأحذية الرياضية سجلت انخفاض بنسة 44% وهذا نظر لتطول منتوج المحلي من حيث حجم الوحدات المستوردة ب33% من ناحية القيمة المستوردة حيث سجلت الأحذية الرياضية أكثر انخفاضا قدر ب95% حسب الوحدات و83% حسب القيمة كما خفضت وليدات الأحذية غير الرياضية ب43% حسب الوحدات و28% حسب القيمة وهذا راجع إلى أن هذه الشعبة شعبة الأحذية والجلود استفقت من سوباتها وبدأت تعود من جديد وبدأت يدب فيها الروح من جديد في مختلف الولايات فهذا ما يقرحنا وما يشجعنا عندما نشوفوا إخواننا لنا بالآلاف في ندية بالآلاف في وهران بالآلاف في تمسان بالآلاف في الجزيرة العاصمة البوليدة يعني ما لدينا ولاية واحدة الآن لدينا على الأقل يمكن 10 إلى 15 ولاية أصبحت ولاية تنتج الحذاء بمختلف أنواعه من رياضي من أمني من حذاء عادي حذاء أطفال نساء ريجل هذا ما خلنا أن المنتوج الوطني يأخذ ونتمنى إن شاء الله لأقرب وقت يأخذ مكانته 100% في السوق المحلية ونذهبوا بقوة إلى السوق الخارجي لأن الحد الآن ما تم تصديره هو 100 ألف دولار أو ما يقارب 80 ألف زوج من الأحذاء يعني 100 ألف دولار موش شي كبير لكن شي ما عني شي خلينا ما رأيناه اليوم وما سوف يشاهدوا أخوة المواطنين عبر هذه المعارض التي توقع في كل الولايات يعني خلينا نطمح أن هذه الأرقام ستتضاعف أكثر فأكثر يعني باش نحقوا هدفين هدف الأول هو الإحلال المنتوج الوطني ذو الجودة الرائعة محل المنتوج المستوى اللي فيه كثير من الأحيان ونقولوها دون المستوى دون المستوى لو قارنناها الآن بالمنتوجات المعروضة فقط هنا في الوكالة وأيضا نذهب مع بعض باش نرفع حجم هذا التصدير خارج المحلوقات خاصة كما لنا الإمكانات شرع نبرغ أرقام محترم يعني أنا متيقن بعد سنتين من هذا التاريخ سيكون اكتفاء ذاتي مئة بالمئة وستكون أرقام جد وجد مرتفعة ومحترمة لتصدير الأحلية إلى الخارج نذكر أن الإنتاج الوطني الحقيقي من الأحلية حسب البطاقية الوطنية بلغة 23.4 مليون زوج من الأحلية مقسمة إلى 22.2 مليون زوج من الأحلية غير الرياضية 1.2 مليون زوج من الأحلية أما عن إنتاج النظر المحتمل حسب البطاقية الوطنية فقد بلغة 65.5 مليون زوج من الأحلية مجزة إلى 63.6 مليون زوج من الأحلية غير الرياضية و1.87 مليون زوج من الأحلية إضافة إلى كل هذا فقد أوضح مصنع الأحلية خلال اجتماع تنسيقي جمعنا بهم يوم 23 أكتوبر 2022 بمقال الوزارة أن طاقة الإنتاج الوطنية السنوية تبلغ 1400 مصنع بالإضافة إلى إخواننا الحرفين العدد يصل إلى 5.000 يمكن أن تصل إلى 145 مليون وحدة يعني أننا إمكانات بما هو موجود حاليا نصنعهم 145 مليون زوج أحلية يعني فوق بكثير احتياجاتنا الوطنية السنوية حسب المصنعين تتروح بين 80 و120 مليون وحدة سنوية بالنسبة لأحلية غير الرياضية والباقي الأحلية الرياضية ومن هذا المنبر فإنني أدعو جميع المصنعين والحرفين في مجال صناعة الأحلية للتسجيل على مستوى المنصة الرقمية للبطاقة الوطنية هذا نداء لكم أنكم تدخلوا عبر مختلف الولايات بالتنسيق مع زملائكم وإخوانكم ودراء التجارة لإدخال هذه المنتوجات في المنصة الوطنية للمنتوج الوطني هذا لكي على الأقل نصل إلى المبتغى ونصل إلى الاكتفاء الذاتي إن شاء الله من أجل مساهمة في مشروع دعم وتعزيز المنتوج المحلي والاستفادة من كل الامتيازات الممنوحة في هذا الشهر ومن جانب آخر نوجه دعوتنا أيضا لجميع المتعانين اقتصادية وحرفيين ذوي العلاقة بالمجال للعمل على الرفع من جودة منتوجاتهم بما يتماشى مع مستلزمات واشتراطات ومتغيرات سوق المحلية ولسيما أيضا الأسواق الدولية وقد اتخذت الدولة الجزائرية في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات التحفيزية والحماية التي ستفسح المجال للمنتوج المحلي للرقي واكتساح السوق الوطني والولوج للأسواق الخارجية مما سيفتح المجال المنافسة المحلية والشراكة الأجنبية وتسجيل استثمارات جديدة تساهم في توسيع النسيج الصناعي الوطني والرفع من الدخل القومي وخلق مناصب عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة إن هذه الأبواب المفتوحة ستعرف على مدار ثلاثة أيام تنظيم معرض يضم العديد من المنتوجات الجلدية والأحذية على مستوى الوكالة وعرض 57 ولاية أخرى وسيعرف أيضا تقديم محاضرات تقنية وإرشادية حول موضوع إنتاج وتصدير منتجات الجلود حسب البرنامج المعلن عنه من طرف الوكالة ألجكس بالإضافة إلى الورشات التقنية التي سيعمل على إفراز وبلورة توصيات واقتراحات حول التدابير والإجراءات ذات الأولوية والأهمية التي من شأنها حماية هذه الشعبة والمحافظة عليها وتطويرها وفي الختام ناسعوني بهذه المناسبة إلا أن أعرف لكم عن وافر عرفاني وامتناني على تنظيم هذه الأبواب المفتوحة حول ترقية تسويق وتصديق منتجات الجلدية والأحذية وعلى الجهد المبذول والتنظيم الجيد الذي قام به سواء إطارات الوكالة أو بالتنسيق مع إطارات الوزارة أو بالتنسيق مع إطارات سجل تجاري فلكم مني جزيل الشكر وأيضا أشكر كل إطاراتنا في الولايات سواء المدارة التجارة أو التجارة أو الغرف التجارية على التنظيم المعارض الولائية التي ستفتح تحديهم إن شاء الله وأتمنى أن يكون افتتحها من خلال إخواننا وزمنائنا السادة الولاد كما أود اطلاعكم بهذه المناسبة عن واصلتنا لتنظيم أبواب الوطنية مفتوحة تشمل جميع الشعب ونتفقنا مع إخواننا تعال نسيج سيكون الشهر الأسبوع الرابع الأسبوع الثالث من الشهر الكريم شهر رمضان سيتكون أبواب وطنية مفتوحة للألبسة والنسيج وستكون عبر 250 ولاية وستكون ستلت ثلث أيام سنقوم بهذه الأسبوع وستكون معرض بيع يعني هي فرصة مناسبة مع حلوش عيد الفطر أن تسوق هذه المنتجات الجزيرة بأثنان معقولة إلى إخواننا المواطنين وهذا هو الترويج نعرضوش عندنا ونساها لعمل الاستهلاك إلى إخواننا المستهلكين وبالتالي فكما حط جميع المشاركين في أشغال هذه الورشات المتخصصة التي ستعقد بهذه المناسبة على تقديم جميع التوصيات يعني هي فرصة لكم أنكم أهل الاختصاص أهل هذا المجال قدمونا يعني ما هي الملاحظات ما هي النقائس الموجودة سواء المستووزات التجارة أو المستووزات الصناعة أو المستووزات فلاحة أو حتى المستووزات المالية لأن أعتقد بتوضيح هذه النقاط ضعف بعض النقائس أعتقد عندما يتم تصويبها بالتنسيق مع جميع هذه الإطارات لمختلف الوزارات سنصل إلى المبتغى هذه السياسة التي نقوم بتطبيقها يا سياسة الحكومة المستمدة من برنامج سيد الرئيس اللي يشجع المنتوج الوطني أتمنى إن شاء الله أننا تقريبا 60% إلى 70% إلا ما أقول أكثر إخواننا صناعي وحيرفيين يقومون بعملية تمويل لهذه المنتوجة يخصنا كما شرط وصالفين شوية سويق شوية عملية إشهار باش المواطن يعرف جودة ما يتم تصدعه في مختلف هذه الولايات لم تعد عن أمدية وتلمسان فقط هي عاصمة الحذاء الأن حمد الله عنا تقريبا 10 ولايات أخرى بدأت تذهب هي أيضا عاصمة أعواصم الحذاء بهران قسنطينا سيزيوزل بوليدا جزائر العاصمة يعني عندما نتكلم نتكلم على هذه الولايات اللي فيها تقريبا 1000 من بين صاحب سجل تجاري أو بطاقة حرافي أورا يشتغل كما نقول إن شاء الله نتمنى وكلهم رح يندمجوا معكم أصحاب الكليستر حاولوا نضموا كل هؤلاء الزملاء باش نصحوا قوة باش نحقوا الهدف الأول هو الإحلال المنتوج المحلي بدل المنتوج المستور واعتقد لكم من القدرات والإمكانات واعتقد أن ما رأيناه من جودة عالية في الأحلية بمختلف أشكالها وأنواحها هذا التحدي ليس صعب علينا التحدي الثاني هو الذهاب مع بعض إلى على الأقل الأسواق الإفريقية نبدأ بالدول الجوار ونذهب شيئا فشيئا يعني ما رأيناه اليوم من أنواع من ديزاين من ألوان تستجيب لمتطلبات ما يطلبه الشباب تستجيب لمعايير الجودة أعتقد سنكون رقم صعب في إفريقيا من أحيث السبع سنحقق مع بعض بالتعاون في جميع حيطات المزارية معكم ستصبح هذه الشعبة ذات القدرات التصديرية الكبيرة من أكبر الشعب المديرة للعملة الصعبة الجزارية وهذا ما نبتغيه كمرحلة ثانية وهذا تطبيق كما أشرت سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية تطبيق لتوجيات سيد الرئيس وتطبيق لبرنامج الحكومة إذن أشكركم هنا في ثمانية وخمسين ولاية سبعة وخمسين ولاية لأن العاصمة موجودة معنا في القاعة سبعة وخمسين ولاية أخرى إخوانا أشكركم جزيلا الشكر على تنظيمكم هذه المعارض على أقل مواطن ما يتنقلش إلى جزيلا باش يشوف الحيضة نحن تنقلنا وهذه سياسة وزاة تجارة من خلال أبواب المفتوحة الوطنية نحن نتنقل إلى كل ولايات باش يشوف ما تسخر به الصناعة المحلية رحنا له التمر رحنا له الزيت الزيتون رحنا له الكهر منزلي من يوم إن شاء الله رحنا له بالحذاء إن شاء الله بعد أيام سنذهب إلى البروديو دي تيروال وآخر يعني أسبوع ثالث من شهر رمضان رح نرحوله بقوة فيما يتعلق بالألبيسة والنسج إذن أشكركم جزيلا الشكر وأشكركم وأستسمحكم مع الإطالة وشكرا على الإصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا تمنى المعنى مشاهرين الكرام كلمة وزير التجاري